اعلنت شركة دايلم اندستريا للكورية الجنوبية أنها ألغت صفقة قيمتها مليار دولار مع إيران كانت قد أبرمت قبل سنة حول مشروع إنشاء مصفات للنفط في مدينة أصفهان حسب ما أفادت مصادر إعلامية وعلنت الشركة أن السبب الرئيسي في إلغاء عقدها مع طهران هو عدم قدرة الجانب الإيراني على تمولي تكاليف تنفيذ مشروع تطوير مصفات للنفط في أصفهان والذي حصل نتيجة لعادة فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران يذكر أن إلغاء مشروع الشركة الكورية الجنوبية ليس المشروع الاقتصادي الوحيد الذي ألغي في الآوينة الأخيرة حيث ذكرت صحيفة وولستريت الأمريكية أن جملة من الشركات الأجنبية ستغلق مكاتبها وتلغي عقودها مع الجانب الإيراني في أعقاب العقوبات الأمريكية المستمرة على النظام الإيراني ترجمة نانسي قنقر